أنتم تريدون قتلي أنا أعرف هذا وتبذلون قصارى جهودكم وتحاولون وستبقون تحاولون لكنكم لن تنتفعوا من ذلك مشكلتكم ستبقى ستبقى المشكلة قائمة لأنكم نواصف لأنكم بثريون لأنكم مرجئيون أنتم مصدين أنتم عظام أنتم يا أيها المراجل أنا أدري تابعوني البرنامج لأن هذا البرنامج نعي الوالديكم أنا أدري نعي الوالديكم أتحدث عن برنامج ما بين واقعين أنا أدري نعي الوالديكم وجاي التابعوني البرنامج منين جبتوا هذا الدين منين جبتوا الآية الثالثة والعشرون بعد البسملة من سورة الأحزاب من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديله هذه الآية كرر قراءتها وتلاوتها سيد الشهداء في يوم عاشورى كلما وقع شهيد على رمال الغاضريات من أصحابه ووقف عليه أبو عبد الله تلا هذه الآية من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديله هذه صور حقيقية من واقع دين محمد وآل محمد صلوات الله عليهم قلت لكم في أول حديثي من أن عاشوراء في أجوائها جمعت بين واقع الدنيا في أوضح صوره وبين واقع الدين في أوضح صوره أيضا هؤلاء رجال كما يقول الحسين صلوات الله عليه صدقوا ما عاهدوا الله عليه هذه منزلة لا نستطيع أن نتصورها بشكل دقيق لأننا لسنا من أصحابها لو كنا من أصحاب هذه المنزلة لأصبحنا في حال آخر أحدثكم أحدثكم عن نفسي وعن تجربتي فأنا لست من أصحاب هذه المنزلة حتى أستطيع أن أتصورها بشكل دقيق ولا أعرف أحدا في تجربة الدينية في كل حياتي يمكنني أن أصفه بهذا الوصف من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه استشد ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديله لم يغيروا عهودهم كانوا أوفياء كانوا صادقين مع الله فحينما صدقوا مع الله صدق الله معه كيف صدق الله معه صدق الحسين معه نحن كيف نصدق مع الله نصدق مع الله إذا ما صدقنا مع إمام زماننا أصحاب الحسين صدقوا مع الله حينما صدقوا مع الحسين حينما صدقوا مع الحسين فإنهم قد صدقوا مع الله ونحن كذلك إذا وفقنا أن نكون بهذه المنزلة أن نكون صادقين مع الله فهذا يعني أننا صادقون مع إمام زماننا حينما نقرأ في الآية التاسعة بعد العاشرة بعد المئة من سورة التوبة يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا نُتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ كيف نكون مع الصادقين أن نصدق معهم حينما نصدق معهم فإننا نصدق مع الله الصادقون بالمعنى الحقيقي الكامل هم محمد وآل محمد إنهم الأئمة المعصومون الأربعة عشر ابتداء من إمام الأئمة الأول ابتداء من رسول الله وانتهاء بإمام زماننا الحجة بن الحسن هؤلاء هم الصادقون حقيقة إطلاق الصادقين حتى على الأنبياء يكون بمنزلة وبرتبة دون منزلة الصادقين التي لمحمد وآل محمد قد يقول قائل الأنبياء الأنبياء يكذبون أنا لا أتحدث عن هذا المعنى أنا أتحدث عن العلم محمد وآل محمد الصادقون في علمهم هذا الوصف لن يكون حقيقيا إلا أن يكون علمهم كاملا مطلقا وهذا لا يتوفر في الأنبياء ولا في غير الأنبياء العلم الكامل المطلق الذي يشار إليه في دعاء البهاء في دعاء السحر اللهم إني أسألك من علمك بأنفذه وكل علمك نافذ الحديث هنا ليس عن علم الذات الإلهية فعلم الله ليس فيه مراتب اللهم إني أسألك من علمك بأنفذه أنفذ العلم الإلهي هو علم محمد وآل محمد ومن هنا فإن الإطلاق حينما نقول الصادقون لن ينطبق بتمام حقيقة المعنى إلا عليهم إلا على الأئمة المعصومين الأربعة عشر محمد علي فاطمة وإلى القائم صلوات الله عليه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين حينما نكون مع الصادقين يعني أننا نصدق معهم نصدق معهم نكون أوفياء لعهودهم ومواثيقهم التي أخذوها علينا من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه في الأجيال الماضية ومنهم من ينتظر الذين ينتظرون إمام زمانهم وما بدلوا تبديلا هناك من صدق الله ممن مضى وهناك من صدق الله من الذين ينتظرون إنني أتحدث في الجانب النظري فالجانب العملي لا أعرف أحدا تنطبق عليه هذه الأقصار والذين يقال لهم رجال دين هم أعداء الدين لا أتحدث عن دينهم عن دين رجال الدين أتحدث عن دين الحجة بن الحسن فمراجع النجفي وكربلاء لهم دينهم إنهم على المذهب الطوسي مثلما هناك مذهب حنفي ومذهب شافعي هناك مذهب طوسي وهو مذهب جمع بين ما عند شيعة أهل البيت ممن كانوا في زمان الطوسي وكان التشيع خليطا آنذاك الطوسي أخذ من هذا التشيع الخليط وأضاف إليه الكثير والكثير والكثير من دين المعتزلة ومن دين الشوافع والأحناف فأسس مذهبه الخاص به إنه المذهب الطوسي الذي عليه الشيعة اليوم سأحدثكم عن هذا المذهب في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى في هذا البرنامج كي تعرفوا من أنتم ومن أولئك الذين على المذهب الطوسي إذا صدقنا مع إمام زماننا فإننا قد صدقنا مع الله وإذا صدقنا مع الله فإن الله سيصدق معنا ومن هنا قلت لكم لا أنا ولا أعرف أحدا في تجربتي وحياتي الدينية على طولها لا أعرف أحدا يتصف بهذا الوصف لماذا لو كنت أنا أو كان غيري لظهرت الآثار علينا لأننا إذا صدقنا مع الله صدق الله معنا فإذا صدق الله معنا سددنا صدق الله معنا صدق معنا إمام زماننا لسددنا إمام زماننا ولما بقينا في هذا التي تحت رحمة هؤلاء الضلال السفلة الذين يقال لهم المراجع يضحكون علينا بمذهب ضلالهم هذا الذي هو المذهب الطوسي هكذا نقرأ في أحاديث العترة الطاهرة إنني أقرأ عليكم من الجزء التسعين من بحار الأنوار للمجلس وهذه طبعة طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان صفحة 368 الحديث الثالث نقله عن تفسير القمي بسنده عن جميل إنه جميل ابن دراج من أصحاب إمامنا الصادق عن جميل عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال له رجل جعلت في ذاك إن الله يقول ادعوني أستجب لكم فإن ندعو فلا يستجاب لنا فأين وعد الله الله هو الذي يقول ادعوني أستجب لكم فإن ندعو فلا يستجاب لنا قال لأنكم لا تفون لله بعهده وإن الله يقول أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم والله لو وفيتم لله لو فالله لكم فإذا صدقنا مع الله صدق الله معنا اذكروني اذكركم أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم هذه قوانين الله هذه أخلاق الله هذه سنن الله الرواية مهمة جدا السائل يسأل الإمام الصادق جعلت في ذاك إن الله يقول ادعوني أستجب لكم فإنا ندعو فلا يستجاب لنا قال لأنكم لا تفون لله بعهده وإن الله يقول أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم والله لو وفيتم لله لو وفى الله لكم لو صدقنا مع امام زماننا لصدق امام زماننا من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه نحن هكذا نقرأ في كلماتهم الشريفة هذا علل شراء للصدوق المتوفى سنة ثلاثمية واحد وثمانين للهجرة في الجزء الاول في الباب التاسع عنوان الباب علة خلق الخلق واختلاف احوالهم الحديث الاول عن امامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه خرج الحسين بن علي على اصحابه فقال ايها الناس ان الله جل ذكره ما خلق العبادة الا ليعرفوا فاذا عرفوه عبدوه فاذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادة من سواه فقال له رجل يبنى رسول الله بأبي انت وامي فما معرفة الله قال معرفة اهل كل زمان من امامهم الذي يجب عليهم طاعة حينما نعرف امام زماننا سنصدق معه ومعرفة امام زماننا هي معرفة الله هذا هو مرادي ان من صدق مع امام زمانه صدق مع الله خرج الحسين ابن علي على اصحابه فقال ايها الناس ان الله جل ذكره ما خلق العبادة الا ليعرفوه فاذا عرفوه عبدوه فاذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادة من سواه فقال له رجل يبنى رسول الله بابي انت وامي فما معرفة الله قال معرفة اهل كل زمان امامهم امامهم الذي يجب عليهم طاعته من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه انظروا الى هذه الرواية من الجزء التسعين من بحار الانوار الحديث الرابع صفحة 368 عن امامنا الكاظم صلوات الله عليه قال قال قوم للصادق للامام الصادق صلوات وسلام عليه ندعو فلا يستجاب لنا قال لانكم تدعون من لا تعرفونه انتم لا تعرفون الله كيف نعرف الله نعرف امام زماننا حين حين اذا اذا ما توجهنا الى وجه الله فاننا ندعو من نعرفه حين اذا نعرف الله مر علينا قبل قليل من ان معرفة الله هي معرفة امام زماننا هكذا اخبرنا الحسين صلوات الله وسلامه عليه فحينما كان يقرأ سيد الشهداء هذه الاية عند اصحابه حينما يقتلون من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه انه يقرر لهم انهم قد عرفوه قد عرفوا الحسين حينما عرفوا الحسين عرفوا الله وحينما صدقوا مع الحسين صدقوا مع الله ولذا فان الحسين كان يقرأ الاية عندهم من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه هذه الاحاديث اصول اصول عقائدية واصول فكرية واصول ثقافية اخاطبكم انتم الذين تريدون ان تخدموا امام زمانكم خدمة امام زمانكم تحتاج الى معرفة يا كميل يا كميل ما من حركة امير المؤمنين يقول له يا كميل ما من حركة الا وانت محتاج فيها الى معرفة انتم الذين تريدون خدمة امام زمانكم انتم بحاجة الى هذه المعرفة الى ان تعرفوا هذه الحقائق قالوا للصادق صلوات الله عليه ندعو فلا يستجاب لنا قال لانكم تدعون من لا تعرفونه الامر الامر هو 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 حينما نتوجه الى امام زماننا ونطلب منه التأييد والتسديد اذا كنا لا نعرفه فكيف سيأتينا التأييد والتسديد وهذا ادل دليل على ان مراجع النجف وكربلاء لا يعرفون امام زمانهم فهم فاقدوا البصيرة ليس عندهم من تأييد او تسديد من امام زمانهم الدليل عقائدهم الدليل كتبه الدليل فتواهم الدليل ضلالهم وبعدهم عن امام زمانهم هذا ادل دليل ولا نحتاج الى دليل اخر الحكاية واضحة انها كالشمس الصاطعة ضلال القوم واضح ندعو فلا يستجاب لنا قال لانكم تدعون من لا تعرفونه ماذا قال امامنا الحجة صلوات الله وسلامه عليه في الرسالة الثانية التي وصلت الى المفيد بشأن معرفة الشيعة لامام زمانهم ماذا قال في الرسالة اقرأ عليكم من الجزء الثالث والخمسين من بحار الانوار للمجلس وطبعة دار احياء التراث العربي في الصفحة السابعة والسبعين بعد المئة في آخر الرسالة الثانية التي وردت الى الشيخ المفيد من الناحية المقدسة سنة أربعمية واثنعش للهجرة نحن الآن في سنة ألف واربعمية واربع واربعين للهجرة فأية حالة سيئة عليها مراجع النجف وكربلاء الامام هكذا يقول ولو ان اشياءنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم ما كانوا صادقين مع امام زمانهم مثل ما نحن ولو ان اشياءنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم لما تأخر عنهم اليمن بلقائنا ولتعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا على حق المعرفة وصدقها منهم بنا الحديث عن معرفة صادقة حينما تكون المعرفة صادقة فاننا سنكون صادقين مع امام زماننا وحينئذ سينطبق هذا المضمون في الآية علينا مثلما انطبق على اصحاب الحسين صلوات الله عليه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه من الذين مروا في الاجيال السابقة ومنهم من ينتظر في جيلنا هذا وفي الاجيال القادمة اذا تأخر ظهور الامام في الاجيال التي ستنتظر وتنتظر من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديله الإمام هكذا يقول ولو أن أشياءنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم لو كانوا أوفياء لو كانت قلوبهم معنا لما تأخر عنهم اليمنوا بلقائنا ولتعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا على حق المعرفة وصدقها منهم بنا ليس هناك من معرفة صادقة عند الشيعة من أين يأتون بالمعرفة الصادقة وما هم على دين إمام زمانهم إنهم على المذهب الطوسي وقد ضحك عليهم من أنهم على دين الحجة ابن الحسن وهم على المذهب الطوسي الذي تأسس بالاتفاق فيما بين الحكومة العباسية ومراجع الشيعة آنذاك على يد الطوسي سأحدثكم عن مذهب الضلال هذا في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى في هذا البرنامج فما يحبسنا عنه الذي يحبس الإمام الحجة عنه هو هذا فما يحبسنا عنه إلا ما يتصل بنا مما نكرهه ولا نؤثره منه إنه يكره لقاءنا إنه يكره جوارنا إنه يكره واقعنا هذه هي الحقيقة وسبب مراجع النجف وكربلا أساس البلية هؤلاء أساس الضلال هؤلاء ولو أن أشياءنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم لما تأخر عنهم اليمن بلقائنا ولتعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا على حق المعرفة وصدقها منهم بنا فما يحبسنا عنهم إلا ما يتصل بنا مما نكرهه ولا نؤثره منهم المشكلة أن الذين يقولون إنهم نواب صح في الزمان لا يعرفون هذه الحقائق كذبون هؤلاء لو كانوا نوابا لصاحب الزمان ولو بدرجات متدنية بعيدة لكانوا يعرفون هذه الحقائق هم لا يعرفون هذه الحقائق سلوهم سلوهم اقرأوا كتبهم وطلعوا على سفاهتهم وتفاهتهم الصورة واضحة واضحة جدا ما قرأته عليكم من تعريخ الطبر يمثل واقع الدنيا وما حدثتكم به من مضمون هذه الآية من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه يمثل واقع الدين اما نحن فنحن في حالة تيهن ما بين الدين والدنيا فلا نحن من اهل الدين حقيقة ولا نحن من اهل الدنيا مراجع النجف وكربلاء هؤلاء عباد الدنيا لا علاقة لكم بالدين اصلا وانما يوظفون اهدين لعبادة الدنيا لتحقيق مآربهم الدنيوية وبعض منهم اغبياء مضحوك عليهم لا يعرفون الحقيقة ما هي يتصورون انهم على دين محمد واهل محمد ولا يعلمون انهم على المذهب الطوسي الذي اسسه العباسيون للشيعة كي يتخلصوا من الشيعة بالكامل واوكلوا الامر الى الطوسي سيأتينا الكلام اتباعا وتأتينا التفاصيل ترجمة نانسي قنقر